ما يخفاش عليكم بان الحكم دانيال سيبيرت حكم مبارتين لتونس حكم مباراة في الدور المجموعات المقابلة الاخيرة التي كانت مع المنتخب الاماراتي وكذلك حكم مقابلة في الدور التوم النهائي تونس العمان ولكن انا شفت كل المقابلات وشفت المقابلات اللي اذرهم اذرهم بامتياز ما كانش هناك يعني اه ما كانش هناك اخطاء تحكمية من من في المقابلتين نظن هذا ما هوش مشكل مرغم انه يمكن تساعده بانه يعرف اه لعبي منتخب التونسي والمنتخب التونسي التكتيك كيف يلعب التكتيك باش تساعده وكذلك شاف المنتخب الوطني في خمس مباراة تقريبا ويعرف يعني لان علاش الحكم دائما لازم يحضر من الجانب التكتيكي اه سواء كان جامعي او فرضي بالنسبة للمنتخبات انا نقول بان راح نشوف ان شاء الله بإذن الله نشوف تحكيم في المستوى العالي في في النهائي ان شاء الله غدا ما بين المنتخب الوطني والشقيق اه تونس كما دانيال سيبيرت ما غادش ما راحش يكون يعني اه يكون مشكلة للمنتخب الوطني اه لا نظن باللي راح يعطي اي دير اه اه جيد راح يدير مباراة كبيرة اول شيء اعلاش لان باش يعطي صورة جيدة للفي نهاية الدورة للتحكيم اللي كان في هذه الدورة واللي اه الحكام اللي في بعض الاحيان اللي كان عندهم اخطاء تحكيمية كذلك اه باش كذلك يكون يضمن مكانة اه رسمية في كأس العالم الفين واثنين وعشرين بقطر انا نظن بان اه لا تخوف من التحكيم الالماني اه لدانيال ونظن اه راح نكون اه يكون ان شاء الله في المستوى تطلعات اه كل اه جماهير العربية اللي تشاهد هاد النهائي ان شاء الله اللي راح يكون ان شاء الله تكون فيها روح رياضية عالية وان شاء الله اللي يكون محضر ويكون احسن ان شاء الله يفوز بهذا اللقاء